وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا وذلك بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض جهود حجد التمولات الإنمائية الميسرة والمرتبطة بقضية تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حجد التمولات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخية والتي تعرف باسم نوافي وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية مع حجد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغداء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050 بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ كما استعرضت السيدة الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسية وأهمها حجد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف فضلا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخدة في هذا الصدد حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعاهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج نوافي وذلك بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر كما عرضت السيدة الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وسنذيق الاستثمار وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي وكذلك التعاون مع شركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقا للستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة